افتتح سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لعمليات خطوط الأنابيب وإدارة السلامة الذي تستضيفه مملكة البحرين المؤتمر يعقد بمشركة أكثر من ستمائة مسؤول ومختص من سبع عشرة دولة وقال سعدة الوزير أن خطوط الأنابيب تلعب دورا رئيسيا في صناعة النفط والغاز وأنها الطريقة الأكثر أمنا لنقل الوقود منوها بأهمية توفر خطوط أنابيب ذات كفاءة عالية وآمنة كما أكد سعادته أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز وضمن التوجيهات السديدة من قبل الحكومة الموقرة قد اتخذت خطوات رئيسية لحماية خطوط الأنابيب في الشركات الوطنية وإضافة خطوط جديدة موضحا بأن الهيئة تقوم بعدة مشاريع نفطية من ضمنها نقل خزنات وقود الطائرات من الموقع الحالي في عراد إلى مجمع مطار البحرين الدولي في محاولة لتعزيز السلامة والبيئة في المنطقة ومن ضمن المشاريع أيضا تنفيذ خط أنابيب النفط الجديد بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة كما قام سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا بافتتاح المعرض المصاحب الذي شاركت فيه أكثر من أربعين شركة من عدة دول عالمية وأقليمية وخليجية عرضت أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في هذا المجال